الحقيقة دكتور يعني فترة قصيرة توليت رئاسة الاتحاد المصري يمكن من 2017 والحمد لله يعني الجنباز تصدر المشهد في أمور كثيرة سواء على النشاط الولمبي أو النشاط الدولي بس خليني قبل ما أروح على نشاط الاتحاد خليني نروح لرئاسة تحادة أفريقية رئاسة تحادة أفريقية حداك روحت في حتة إحنا كدولة مصرية أو كجنباز مصر حابين جدا أن يبقى لنا كوادر في كل مكان حداك خط للأس اتحاد الأفريقي جاءت الفكرة منين وخدت المشوار إزاي والله المشوار بدأ من 2009 أنا دخلت عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الأفريقي أخدت دورتين بعد كده نزلت نائب رئيس الاتحاد الأفريقي دورتين حسيت أن الوقت المناسب أننا مع التطور اللي بيحصل في الاتحاد المصري الجنباز بعد ما مساكت رئاسة الاتحاد المصري في 2017 دعم الدولة اللي موجود ممثل في وزارة الشباب والرياضة والإمكانية اللي موجودة والدعم اللي موجود الشغل اللي عاملين والخطة اللي احنا عاملينها فكان لازم أن احنا نقش ونأخذ الخطوة دي لأن الخطوة دي تفتح لنا كدولة وكاتحاد مجال تاني كبير جدا نمرة واحد حتى تتواجهت تبقى موجود في الاتحاد الدولي وجودك في الاتحاد الدولي حيان عكس إيجابيا بشكل أو بآخر على الاتحاد المصري وعلى اللعبة في مصر أو ما بدأنا الفكرة أو يعني الخطة دي أساسا كتنوضع من بدري أنا يمكن بعمل بلانز طويلة المدى شوية اتناقشت مع معالي الوزير دكتور أشرف صفحي دردشت معاه بشكل في اجتماع كامل كان موجود في كاس العالم السنة اللي فاتت موري وتنابي وقعدنا معاه ورئيس الاتحاد الدولي بالضبط كده ودكتور أشرف اتكلمنا معاه في السنة اللي فاتت يعني الموضوع كان بيتجهز له بقاله فترة طويلة نمتاز هيا دكتور أشرف سعيدني كتير جدا في هذا الموضوع برضو لجنة أولمبية وعندس هشام برضو سعيدني اللي هو أحمد ناصر رئيس الاتحادات الأوكسا الكون فيدرالية أفريقية سعيدني طبعا دول كبير وتساط أفريقية قوية بالضبط كده فالتعاون في إنتاج أو التعاون من أجل تنفيذ هدف معين بتبقى حاجة قوية جدا لما تلاقي كل الناس في اتجاه واحد مقتنعين بالفكرة مقتنعين بفكرك مقتنعين بالفجن اللي انت عملها مقتنعين بشغلك اللي انت عامله هنا حسين انت كادر يعني تشرف البلد الحمد لله دي حاجة كانت كويسة كانت طبعا انتخابات صعبة جدا 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 انت بتنافس كابتن علي زعطة الرئيس الاتحاد السابق والمقر الاتحاد أصلا في الجزائر هو جزائر حقولنا حضلك حاجة ما فيش حد كان متوقع ان انا حكسة بحطة في مصر يعني أنا طالع يعني بص دي حاجة تدل على قوة المنافسة ولكن ابدا بالعكس احنا كبرنامج كنا عندنا ثقة الحمد لله طبعا انك كسبت بفرق صوت 9-8 طبعا كانت خينها بين من النتيجة انك تخينها قاوة خد انتخابات بالضبط كده طيب يعني الترجيح جي ازاي يعني انت الانتخابات بيبقى لها خطة طبعا وتتحرك مع اتحادات دول انت بتتكلم مع اتحاد مثلا دولة مش بتتكلم مع بص الناس كتير زي ما قلت حضرك ساعدت يعني من خلال التواصل مع التحادات والصفارات بتاعتنا بصراحة ساعدتني جامد اوي سواء ان في تونس او في المغرب كان فيه لا كان الدولة كانت وقفة طب هل الدولة وقفة وقفة قوية جدا وراي طب هل هل نجاح او مش متوقع ده يعني يعني كنتش متخلين ان الناس ان الدولة هتهتم بهذا الشكل وبهذا التنفيذ وحصل حسن